السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم أخوكم إيهاب الصرفاندي من قناة إيهاب تيفي كيف حالكو إن شاء الله بخير إن شاء الله مبسوطين الفيديو اليوم بدنا نزل التحديس المحسن لجهاز البوكو إكستري جي تي هذا الجهاز الرائع هذا الجهاز الممتاز الصحيح جهاز يستحق يستحق كلام كتير ولكن اليوم خليني نيجي نحكى عن التحديس اللي هننزله اللي هننزله اللي هو التحديس المحسن هاي عنا جهاز جهاز أنا عجبت اللون اللا بيض يعني اللون اللا بيض عجبني كتير واش رايكو في اللون قولوا ليشو أحلى لون فيه لو جينا على التحديس اللي عنا وهو عبارة عن التحديس حول الهاتف اللي هو عنا التحديس اللي على الجهاز 12.5.5 وهذا التحديس فيه توسيع ذاكرة ولكن مش تحديس محسن لو جينا اطلعنا على الجهاز هاي عنا 12.5.5 زي ما شفنا ولو جينا هنا على اعدادات الاضافية موجود موجود عنا توسيع الذاكرة وتوسيع الذاكرة اللي مضاي فيه مستغرب انه اتنين جيجا بدنا نشوف مع التحديس المحسن ممكن نشوف نشوف فيه تغير ولا لا هنا فيه انا اتنين جيجا للجهاز اللي انا عندي جهاز اللي هو قديش متين وستة وخمسين جيجا فبدنا ان شاء الله ننزل التحديس وهي التحديس طلع معيها الان هادا التحديس ايا واحد وصلوا التحديس هاي التحديس واصل اللي هو 12.5.7 هادا التحديس اللي هو وصل عندي لا اللي هو البوكو اكس تري جي تي انا من دي الاصدار العالمي فانا رحت ايش اليوم شاومي في عملية التحديسات اه شوي واقف التحديسات اليدوي ولكن ازا بعتوا لك التحديس وبدك تنزلوا يدوي بنفع يعني هاي مثلا التحديس لو اجينا على الثلاث نقاط اللي هان واختيار الحزمة اللي انا منزلها وعلى اللي هو في انا حزمة اللي هو 12.5.7 نزلت اي واحد معه اللي هحط لك الرابط رابط تنزيل اللي هو اي واحد تحديسه اجل من 12.5.5 بينزل اي واحد تحديسه 12.5.5 ينزل اي واحد تحديسه 12.5.5 الرابطين في صندوق الوصف ان شاء الله اي اي زي ما كان واصلك هواي اي هاي عندي 12.5.7 وهي موافق جار الحصول طبعا هيو نازل هانا بس ولكن هيو تمام خلينا نعمل عملية التحديس ونشوف بسم الله جار التحديس الان هيوخد الحزمة ويعمل عملية اللي هو التحديس الحزمة اللي قديش هي خمسمائة ميجا بايت ما الجديد هم هنا كتبين في الجديد مش كتبين محسن لكن انا بعرف انه هذا التحديس محسن هو بقولوش محسن لكن انا بعرف انه محسن خلينا الان ان شاء الله نشوف المفاجأة يطلع محسن ولا يطلع احسين وخشيت على قناتي على تليجرام زي ما انتم شايفين اسمها هتلاقي اللي هو اللي هو الرابط وهي وهي موجود ازا حابب تنزل بدك اياه طبعا ازا انت اتناش فاصل خمسة فاصل خمسة بتنزل اللي هو وازا اجل من هيك بتنزل وهي التحديس وصل لعن سبعة وتسعين طبعا التحديس يعني التحديس مش طبيعي تقريبا التحديس تبعه بيمشي ببطء وبنفذ خطوات معين ما بعرف ليش احتمال علشان المشاكل اللي كانت اللي هي الثغرات اللي تم اكتشافها وعليها تم اللي هو ايقاف التحديسات اليدوية فاحتمال يكون اللي هو هذا النظام الجديد آآ بيبلش يشتغل بالراحة وهي وصل لتسعة وتسعين مش عارف شو يعمل بعدها يمكن يرجع التاني خلينشوف جارة التحديس تمام هيعمل مرة وهي المرة التانية وهي اعادة التشغيل هيو كتب بوكو طبعا هذي طريقة يتحتاج ان البطالية تكون فوق الخمسين في المية بعدها هيو كتب ام اي او اي هتطول سيبك منها ضل لك سيب الجهاز ما تخليش ولا تلعب في الجهاز ولا تعص على اي زر من الازرار هاي الجهاز خلص خلينا نشوف ايش التحديس اللي وصل عنا هي حول الهاتف وهي الاصدار اللي احنا حطناه وتطلع معايا باشا ايش هانا كتب كتب مباشرة لحاله كتب انهانسد المحسن اتناش فاصل خمسة فاصل سبعة وما الجديد اللي هو زي ما كان تحسين النظام وامان هذا النظام الان لو اجينا نشوف هل في اضافات في حاجة جديدة لو اجينا هنا على حاجة جديدة الاعدادات الاضافية وعننا توسيع الذاكرة ممتاز في اضافة جديدة في اضافة جديدة كانت اتنين جيجا هو المفروض تكون تلاتة لكن هم حطوها تلاتة الان لما صار له المحسن هايو تلاتة جيجا وهو المحسن للبوكوكستري جي تي الاصدار العالمي طبعا احنا عنا اصدار عالمي عشان احنا نعرف برضو نحط النقاط على الحروف حول الهاتف هي الاصدار اللي هو اتناش فاصل خمسة اتناش فاصل خمسة فاصل سبعة على اندرويد طبعا احداش اللي هو اللي هو نقرب الكاميرا على الام اي يعني الاصدار العالمي والاندرويد اللي عنا اللي هو الاندرويد طبعا احداش الجهاز سلس وكويس يعني قبل كان كويس وسلس وفش في اي مشاكل آآ كمان خلينا نيجي نشوف كمان هالشغلة آآ فيه هانا شغلة موجودة نشوفها ولا لأ في الاضافات في عنا اللي هو وضع نشوف هل تم اه هايها تم الاعدادات هادي حكينا عنها في الاجهزة الاخرى فخلينا نحكي عنها برضو اللي هو وضع التركيز هذا ممكن انتعم على يعني تشغل الجهاز على وضع التركيز بدك تسيب الجهاز وبتكاشر يرن وبتكاشر من لك دهك تركز ما اساس في دراسة دهك تركز في حاجة معينة تضرب لولاد عشان المغلبين امهم بدك اي حاجة فهنا عنا اللي هو تلاتين ستين معك من عشرين دقيقة الى مية وتمانين دقيقة يعني الى ثلاث ساعات فهنا ممكن نتجرب وضع التركيز لدقيقة واحد لتقوله تشغيل هيعمل بالشكل هذا هيبدأ يعد وبعدين يخش مباشرة على موضوع اللي هو وضع التركيز الان بلش وضع التركيز الجهاز مش هيتصل ولا هيستقبل ولا هيرسل ولا اي حاجة بس بخليلك فاتح الكاميرا هايها الكاميرا هنا فاتحة بنعمل رجوع زي هيك ووضع مكالمة الطوارئ بدك تتصل على الاسعاف على المطافة على اه بس فقط لا غير فبالتالي الان ايش لونها زرقة لما تقرب على الفتح يعني بعد عشرين ثاني اقل اشي بيكون لونها ثاني وهذا وضع التركيز حلو كتير كتير انا كنت نزل تطبيقات معين عشان انا بدي جهاز خلاص اسيبه جانبا وبدي ايه وقت معين بعد وقت معين اسيبه بما بدي جهاز اي خلاص لحاله يطفي يصير جهاز لا يستقبل ولا يرسل والان هي بعد عشرين هي الان بدي يخلص هي يتغير له شاف اللون اش صار تغير اللون ليش لانه خلاص قرب يصل لوضع اللي هو اللي انا بدي انه يشتغل الجهاز وهي اتنين واحد الان الجهاز هيشتغل خلص خلصنا فانت هذا الوضع ممكن تستخدمه زي مورجيتك الطريقة بتعمل زي هيك وبتيجع على الاضافات ومن الاضافات موجود اللي هو في الاعدادات هيو طبعا هيا هاد اضافات هاد الاضافات جديدة كلها هاد الاضافات كلها جديدة اه هنا من الاعدادات ممكن تشيل هادي تحطها هنا تنتين واحدة بشكلها اللي هو هادي اللي هو هادي نفسها خلان نشيلها اللي هو ازالة فيه هنا خلان نجيبها تاني هاي الاعدادات وبعد الاعدادات نيجع على الاعدادات هاي هادي ناخد هادي حطها هنا هاي هنشوفها نتيجة هاي تمام واحدة بشكل اللي هو مستطيل واحدة بشكل مستطيل بشكل اخر هنا ممكن ايش تعمل انت الجهاز بحللك هنا بقول لك قديش الاعدادات انت مستخدمها. قديش الحساب. مدير الملفات الرسائل اليوتيوب. كل هذا ايش انت مستخدمه? تلات عشر دقيقة للعدادات. عشر دقائق للتطبيق اللي هو مية. اه اربع دقائق للرسائل. خمس دقائق. في هذا كلهم مجموح مقدش تسعة واربين دقيقة. فهنا انت يعني تفصيليا يعني هنا في عندك اللي هو جهاز مخبرات في الجهاز. اه فتح القفل ستة عشر مرة في اطنعاش فاصل ستة. تم فتح القفل اول مرة في التلاتاش والساعة يعني واحد واربعة وتلاتين. التنبيه عند الاستخدام المستمر. عرض آآ مزيد من الاحصائيات. يعني لوز اللوز. يعني انت الان يعني مرتحجة الاسبوعية ويعني وضع التحليل وضع التركيز لوحة التحليل. هذه الاضافة تم اضافتها مع التحديس. الايش المحسن بس. هذه الاضافة. نشوف آآ تطبيق الحماية الافندي. ايش اخباره? تطبيق الحماية البطارية. آآ الشريط اللي هنا مش عارف عين نشوف. يمكن يكون موجود. درجة الحرارة زي ما هي. مشحون تلات مرات. آآ موفر البطارية. طلع معي هنا. الشريط المحسن. هذا ممكن يبعتونا تحديس. مباشر يكون موجود اللي هو الشريط المحسن. خلينا نكمل ومسألة الالعاب وحل المشاكل. الوجهة التانية موجودة. بالنسبة لآآ تقسيم الشاشة. موجود طبعا في الجهازها تقسيم الشاشة. هاي تقسيم الشاشة. لو جينا هيكة. اللي هو طبعا هاتي ما بيدعم تقسيم الشاشة. وهي هنا ما بيدعم. يعني اللي بيدعم تقسيم الشاشة بجيكها نتقسيم. لو جينا مسلا خلينا نفتح هاي تقسيم الشاشة بيدعم. اللي هو اليوتيوب مسلا بيدعم تقسيم الشاشة. يعني في تطبيقات ما بتدعم تقسيم الشاشة. لو جينا على الاعدادات في عنا هنا محدث تطبيقات النظام في تحديس هاي جاي. جاي للا ممتاز ننحدسه. يعني هنا في تحديسات جديدة. وهي سجل التحديسات اللي موجود عنا. اه سجل التحديس خمسة وعشرين نوفمبر الفين واحد وعشرين. هذا السجل اللي كان موجود. واليوم انضفنا اللي هو المحدس الان. واللي هو النوتس. في هنا ملاحظة في النوتس لو انا ممكن اعطيكم هالشغل الحلوة اتعجبكم الملاحظات. في هنا في النوتس ملاحظة ممكن انت تستخدمها اه بتعجبك كتير. لو اجينا هنا هيك. لو اجينا عملنا عملية اضافة. طلع معيها. لو اجينا مسلا كتابة اه ناخد هيك. نعمل عملية كتابة. في هنا طريقة حلوة كتير. لو مسلا انا بدي ارسم مثلث. اي انت ترسم مثل. ترسم بخط كأنك رسمه بمصطرة. بتيجي تعمل هيك. هاي مسلا بتاخد القلم هذا. اي انا خدته. تعمل زي هيك وزي هيك وزي هيك وبتقف شوية. رسم لك مثلث. كيف كانك رسمه بمصطرة. مسلا بترسم مربع هيك وهيك وهيك وهيك. اهي مربع او مستطيل. بتعمل زي هيك. هاي رسمة مستطيل. فانت اخر ما تقف بتوقف ايدك شوي. اصبعك شوي. برسم عندك. انا بتغير الالوان. هاي الوان. بتغير الالوان. هاي الوان. مسلا تغير اللون. بتروح هنا. بتغير مسلا هي اسود. هاي اسود. تمام? وهي كمان بتغير اللون. هاي اخطر. هذي مساحة. ممكن تمسح خط هيك. بدك تمسح كله مرة واحدة. بتضغط هنا. وبتعمل هيك كله في المساح. وبصير. انا وهذه المساحة بتختار صورة من الستوديو. وبتكتب. هذي في الملاحظات اضفوها جديد يعني حاجة ممتازة جدا. روعة. وفيه هنا كمان اضافة لو اعملت زي هيك. واجي على ادارة التطبيقات. في هذه الاضافة اللي هي هذه الاضافة التحديثات. هذه تم اضافتها عشان يكون عندك علم. وهذه بتقدر تيجي تنزل التحديثات من هنا وتنزل ايش? اه اللي هو التطبيقات. تمام? فهذه اسف. اللي هو هذي ايش? لاتاريخ التحديثات. بقول لك هذا مقترحة كلها لك التطبيقات. مسل ce وجهه للتطبيق هذا على即وغلي بليها تلاقي يعني تطبيق. هي بقول لك اعادة المحاولة. هاي هذا التطبيق. بقول لهذا السلخ الانقلات تاني. هي التطبيق هذا ممكن تاخده. فهذي كلها تطبيقات مخترحة الى كان. هذه كلها تطبيقات مقترحة ممكن تستفيد من هذا التطبيقات. ممتازة جدا. اكيد لازم تستفيد منها. توجينا هنا على الميزات الخاصة اللي هو صندوق ادوات الفيديو اللي هو اه خليني نشوفه. خليني ندخل هنا دخلنا مسلا بنا نحطه على اليوتيوب. صندوق ادوات هاي الموجود عندنا اللي هو القديم مش الجديد. تمام? هذا صندوق الادوات الذكي القديم. ما في مشكلة. الجديد هيجي مع اللي هو طلات عشر. ان شاء الله. خلفية السوبر مش موجودة. ازا بدك تحطها بتقدر تحطها. مش موجودة مش حطين لك اياهان. ازا بدك تحطها بتقدر تحطها. وعملنا فيديو عن هادا الكلام. طبعا هايو دول بو اتمز موجود في اللي هو هادا دول بو اتمز اللي هو بيحسن الصوت بيخلي الصوت رهيب جدا. سمعك? الو شاومي. شو خبار ريد من التمانية? الاصدار الصيني شبع تحدسات. واخد محسن. واخد حسين. واخد تغريد. واخد كل حاجة. يعني هو جاهز. طب امتى هيصل? اه حسابات خاصة. اه والله يا عم بيحسن تقول كم. الناس زهد. شفت كيف فرق في الصوت. وهذا ان شاء الله هنكمل في فيديو اخر. ازا مش عارف في ميزات اخرى نشوفها. اه طولنا عليكم عليش. اه ان شاء الله لنا لقاء اخر. لا تنسى الدعم بالاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة. وتفعل الجرس يا حبيب. عشان تشوف كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كان معكم اخوكم ايها بالصرف عندي? سلام.